السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات الطلاب الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مسنسرين النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل امتحانات المراجعة النهائية امتحانات المحافظات للصف الرابع الابتدائي ترمي ثاني 2024 هنحل امتحان محافظة القاهرة والجيزة من كتاب بيت باي بيت صفحات من 215 ل218 Let's get started هنبدأ من بنت 215 صفحة 215 محافظة القاهرة إدارة الزوية أول سؤال في المتحان بيبقى سؤال listening استماع listen and circle the correct answer استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة نسمع نصر الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة I went to the park with my family last Friday We had a picnic It was an amazing day We came back home at 6 in the evening هنا بيقولك تبقى للاستماعنا بقى last Friday جمعة اللي فاتت I went to the park ذهبت لحديقة العامة With my mean مع أسريتي My family We had احنا قضينا A picnic قضينا نوزها The day was اليوم كان مذهل Amazing We came back home رجعنا للبيت أمتى في المساء In the evening في المساء In the evening Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة You need to create انت محتاج ان انت تنشئ ايه تنشئ ايه To look into عشان تسجل دخول The school website على موقع المدرسة محتاج ايه تنشئ ايه Message رسالة ولا song أغنية ولا book كتاب ولا password محتاج ان انت تنشئ كلمة مرور password عشان خاطر تدخل على موقع المدرسة لعب الكاسيد من ألعاب الكمبيوتر ايه Healthy صحي unhealthy غير صحي great رائع good جيد لا طبعا لعب الكاسيد من ألعاب الكمبيوتر is unhealthy غير صحي In hide and seek في لعبة الاستغمية game You need to cover your محتاج تغطي ايه هندس ايدك ولا ear زودانك ولا نوز انفك ولا eyes عيونك في الاستغمية بغطي my eyes عيوني You need to look left انت بحتاج تنظر يسارا and a we right ويمينا تبص يمين وشمال طبعا قبل ان تعبر a الطريق read and complete اكرأ واكمل هنكمل الفقرة باستخدام delicious لذيذ slices شرائح بارق قالب bottles زجاجات و juice عصير طبعا لما بيجينا السؤال ده في الامتحان المفروض ان انا اقرأ الفقرة مرتين في الاول قبل ما حيلاقي حاجة وحاول الترجم الكلمات اللي موجودة على السؤال طيب هنا بيقولك ماي سيستر اختي كان ميكا كيك بتستطيع عمل طرطة last night الليلة الماضية she made a a cake قامت بعمل عايزين نقول بقى ايه a cakea laseiza يبقى delicious cake tortaia laseiza كيك بتجيب معنا tortaia او كيكاية ما فيش مشاكل طب my mom and i انا وممتي liked it very much حبينا جدا التورطايا اللي هي عملاتها دي we had two ايه احنا كلنا منها شرحتين يبقى two slices كاننا شرحتين منها زين بعد كده we had a carton of apple يعني بعد كده تناولنا يعني علبتين من الايه من العصير عصير الطفاح يبقى نقول apple juice تناولنا علبتين من عصير الطفاح i wanted to have ايه انا كنت عايز اتناول of chocolate اتناول قالب شوكولاتة a bar of chocolate كنت عايز انا كمان بعد كده كل الاكل دا انا كنت عايز ااكل الف chocolate but mom said it would be too much ده كده هيبقى كتير وطبعا خطر على صحيحنا يبقى اول حاجة delicious بعدين سلايسيس وبعدين جوس والتالتة بور علبنا صفحة 216 216 read the text اقرأ الناس او اقرأ القطع and answer the questions واجب على الاسئلة many people كثير من الناس like using computers بيحبوا استخدموا الكمبيوترات cell phone زود الهواتف المحمولة التليفونات المحمولة يعني and tablets with tablets to have fun عشان يمرحوا they use هما بيستخدموا social media وسائل التواصل الاجتماعي to talk عشان يتحدثوا to their friends مع اصدقائهم and family والاسرة بتاعتهم they can find information يمكنهم ايجاد المعلومات for their homework to اللي واجبهم المدرسي ايضا but لكن social media وسائل التواصل الاجتماعي has cons لديها عيوب people you don't know الناس اللي ما تعرفهاش can contact you وممكن تتصل بيك people can bully you الناس ممكن تتنمر عليك and tag you وتعمل لك اشارة in photos على الصور when you don't want them to وانت مش عايزهم يعملوا كده so لذلك we should use عشان كده ينبغي ان احنا نستخدم social media وسائل التواصل الاجتماعي carefully بحذر طيب the text is about النص ده عن ايه food الطعام ولا schools مدارس ولا box كتب ولا social media لا بيكلم على social media اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي people use الناس بتستخدم social media وسائل التواصل الاجتماعي وايه عشان تعمل ايه to zero friends and family عشان تتكلم بقى مع ايه مع اصدقائها وايه واسرتها طيب اه عايزين هنا كلمة ايه بقى play يلعب talk يتحدث او يتكلم ويأكل ويامشي لا الناس بتتكلم مع بعض على social media يبقى talk تتكلم who likes using computers من اللي بيحب استخدم الكمبيوترات cell phones والتليفونات المحمولة and tablets والتبالد تعالوا كده اشوف اول سطر في القطعة many people like using computers and tablets تمام كده او يبقى many people يبقى هنا ايه دي number three لو قلت many people بس يعني انت لو وقفت لغاية هنا يعني مثلا بيقول لك من اللي بيحب استخدم الكمبيوترات والهواتف والتابلت قول مني بي ونكسر من الناس صح لو حابت تكمل لغاية التابلت ما فيش مشكلة طيب تكتبها طبعا هنا في الفراغ what can they find for their homework ممكن يلاقوا ايه لوجبهم ممكن طبعا في السطر التاني اهو they can find information for their homework ممكن يلاقوا معلومات لوجبهم ودي ايجابة number four يبقى عندنا دي رقم ثلاثة ودي number four رقم أربعة نكتبهم بقى في الفراغات دي بعد كده سؤال correct سؤال تصحيح الخطأ اللي ما بين الأقواص في خطأ فإحنا علينا أن إحنا نقوم بإيه بتصحيح we catch fish last week إحنا استدنا سمك الأسبوع الماضي طب كلمة last week من الكلمة الدلة على الماضي البسيط يعني حاجة حصلت وانتهت لما بشوفها بجيب الفعل في الماضي طب catch you start الماضي بتاعها إيه استد اللي هي code يبقى نكتب هنا إيه code الماضي الدراسية اللي ذكرتها بالأمس برضا الكلمة من الكلمات الدلة على الماضي طيب بقول what subjects did you study yesterday هستخدم الفعل المساعد did عشان الخطر هدل إيه على الماضي في السؤال انها تصل الآن يعني بتمطر تلج طب بص انت ما بتلاقي كلمة بتعرف ان الحاجة بتحصل الآن أثناء الكلام فبنستخدم زمن المضارع المستمر اللي بيتكون من وإزا وقر والفعل بضيف له يبقى يبقى بتمطر تلج الآن بتصل يعني نزل جليد طب لا أصدقائي متعونين هل بفول عايزين صفة أنا بوصف أصدقائي أن هما يعني متعونين بعد كده علامات التبقيم مصر بلد مسيرة طيب يبقى نقول طبعا في المتحام بكتبوا الجملة كاملة وحط شرطة تحت اللي أنا غيرت الجملة دي جملة خبرية فحط أخيرها فول ستوب نقط الامتحام طبعا لازم تكتب وتحط شرطة تحت لانت غيرت بعد كده بيقولك اكتب فقرة انشائية 18 كلمة عن شم النسيم وبيقولك بورك حديقة عامة وي ات يأكل طيب لما يجي اكتب البراجرام أنا بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كالتا وما بين كل جملة وجملة بحط نقطة فلسطوب والحرف اللي بعد فلسطوب يحرف كبتا طب 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 نتبه كده مع بعض نسيب مسافة الأول ونكتب احنا بنحتفل بشم النسيم كل عام كل عاماً وي سيليبريت وي سيليبريت شام النسيم سيليبرياً نسيبرياً سيليبرياً طيب هي سيليبريت بين الإي بتاعتها أو دي إي خلي بالك سي إي أل إي تمام ما كانتش اي بوضح لكم وانا بوضح سي إي أل إي سيليبريت يحتفل طيب بنقول بنحتفل بشم كل عام هو بيقي في الربيع طب مثلاً أقول أنا بذهب للحديقة العامة مع أسرتي I go to the park with my family أنا بذهب للحديقة العامة مع أسرتي بنأكل بقي سمك مملح وبيض ملون we eat salty fish and colored eggs in شام النسي we celebrate شام النسي every year it's in the spring I go to the park with my family we eat salty fish and colored eggs in شام النسي بعد كده في بيج to 17 سفحة 217 في محافظة الجيزة إدارة الحوام دي listen and circle the correct answer استمع وضع دقائرة حول الإجابة الصحيحة نسمع نص الاستماع وهو عن فقر الريف وفقر المدينة the city mouse visited the country mouse in his village the country mouse gave the city mouse some seeds then the country mouse visited the city mouse in his city the country mouse saw smoke from cars the smoke covered the stars the country mouse was scared and came back to his village طب أول سوال بقلك the country mouse for a reef gave the city mouse أعطى فقر المدينة طبعا إداله إيه إداله بزور seeds the country mouse فقر الريف visited the city mouse ظهر فقر المدينة في مدينته in his city the country mouse فقر الريف saw from cars إيه من السيارات شاف smoke شاف دخان من السيارات طب the smoke covered ذا الدخان كان مغطي النجوم للستار شو زكريكت أنثرة اختاري الإجابة الصحيحة عادل شرب إيه من المية شرب شريحة ولا بيس قطعة ولا بار قالب ولا بطل بطل زجاجة مال هي عطوفة جدا وعايزة بقى بصو كده هي واحدة طيبة يعني أكيد عايزين صفة كمان طيبة بقى مش صفة شريرة طيب هي طيبة وإيه وانجري غطبونا فرندلي ودودة سيلي سخيفة ولا بات سيئة لا عايزين نقول هي طيبة وفرندلي ودودة بنستخدم إيه في دغول عشان نعمل الخبز السوب الصابونة ولا الكتب ولا طبعا منستخدم القمح لصناعة الخبز يعني عايز أقولك قد في الأنوار قبل أن تذهب إلى الفراش قبل ما تنام قد في النور اسمها ايه يعني اطفق أو ايه أغلق الانوار قبل الذهاب إلى الفراش اكرا وأكمل هنكمل الفقرة باستخدام يعني لون آيز عيون بلايس مكان حوله ونوزس ونوف جمع أنف يعني الحرابي اللي هي حيوانات الحرباء مذهلين جدا ممكن يغيروا إيه في جلدهم اللون بتاع جلدهم يبقى يغيروا يغيروا الكالر يستطيعون هم يغيروا لون جلدهم they are the same color as the a where they are يعني بغيروا جلدهم زي لون المكان اللي هم موجودين فيه ومكان يعني place زي هاد لديهم يعني مذهل ويستطيعون هم يشوفوا كل اللي حواليهم يبقى عندهم عيون مذهلة عندهم amazing eyes طيب بيشوفوا كمان all around كل ما حوله دي بقى زيادة طيب أول حاجة color التانية place التالتة eyes والرابعة around read the text اقرأ النص and answer the questions وأجمع على الأسئلة ونقرأ قطع ونحل أسئلتها وهي على نهر النيل زنعيل النيل is the longest river in the world هو أطول نهر في العالم it is very important for Egypt مهم جدا لمصر ويجيت ودر from the nile to drink احنا بناخد المية من النيل عشان نشرب عشان نشربها فارمرز الفلاحين يوز ودر بيستخدموا المياه of the nile بتاعت النيل to grow crops عشان يزرعوا الحصيق the nile has two branches النيل اللي فراعين in Egypt وفي مصر there are bany animals يوجد الكثير من الحيونات birds الثيور and reptiles والزواحف living in the nile بيعيشوا في النيل the nile crocodile is one of the planet's largest reptiles يعني يعد تمساح النيل احد اكبر الزواحف على هذا الكرق طيب نحل الاسئلة بقى على القطعة في اخر صفحة معانا النهاردة صفحة 218 يقول لك النص دعوت عن طبعا النيل عن النيل وبيقول لك هنا عن السيل بحر ولا مدينة ولا تزار صحراء لهو عن النيل من اللي بيستخدموا مية النيل عشان يزرع محاصيل الاطباء المدرسين الممرضات المزارعين اللي هم الفلاحين يعني الفلاحين طبعا بيستخدموا مياه النيل عشان يزرعوا المحاصيل فلاحين بعد كده بقول لك كما عدد الافرع بتاعت النيل في مصر طبعا عندك هتلاقي في السطر الثالث اي لك ان في فراعين للنيل يبقى نقول تو برانش فراعين طب اين يعيش تمسح نهر النيل هتلاقي في السطور اللي في الآخر ديت في السطر الرابع هتلاقي المكتوب في النيل تمسح النيل بيعيش في يعني فيه النيل بعد كده سؤال التصحيح يجب عليك ان انت ما ترتديش حزام الامان لا يجب ان انت ترتدي حزام الامان وانت راكب السيارة يبقى هنشيل النفي بقولك يجب عليك ان يبقى لك يجب ان ترتدي حزام الامان يعني يعني عايزين نقول احمى عندنا الكثير من النباتات في بلكونتنا طيب نستطيع ان يكون لدينا الكثير من النباتات في بلكونتا طيب كلمة كان يستطيع لازم يجي بعدها الفعل في المصدر والمصدر بتاع هاز اللي هو هاف بمعنى يكون عندنا او نبلك طيب ها بيجي للمدرسة بالقطوبيس طبعا احنا نتكلم على واحد مثلا بيجي فمفرد يعني فالمفروض المجلس اقول من يبتي طيب هيا نذهب لمحطة القطار بعد هيا بنا بيجي الفعل في المصدر وهنا زهب انا عايز المصدر لو هو يذهب يبقى يعني هيا نذهب اريد ان اكل قطعة من الجبنة اي او الحرف كمثل دي علامات ترقيم طبعا ونكتب الجملة كاملة وفي الاخر هنحط فولستوب بنقطة عشان دي جملة خبرية بعد كده في بيقولك اكتب عن لعبة الغمي ده الاستغمية يعني لعبة الاستغمية لعبة الاستغمية طيب بيقولك بقى محتاجين يعني محتاجين ايه عشان نلعبها كل ما نحتاجه سوى ما كان واسع عشان نلعبها طب ها ازاي نلعبها كل اللعيبة هايد بتختبئ طيب تعالوا نكتبوا كده كم كلمة كده هضعوا بلي 18 كلمة اكتر حاجة بسيطة عن الايه الاستغمية هسيب مسافة في البداية اقول ان لعبة الاستغمية لعبة منتشرة ومحبوبة يبقى نقول لعبة الاستغمية لعبة محبوبة طيب نحط نقطة بعد كده ممكن نقول يعني كل ما تحتاجه ان هي نلعبها عايزين مكان واسع يعني ما اقول هي بتحتاج اللعبة دي بتحتاج ايه عشان خاطر اللعبة مفردة محتاجين مكان واسع عشان نلعب ايه لعبة تستغمية طيب كل اللي بنحتاجه هناخد الجملة بقى بقى دي نكتبها كل اللي محتاجينه اللعبة ان هم يستخبوا والباحس يبحث عنه آآ لايك هايد ان سيك جيم نقرح بقى على بعضها هايد ان سيك is a popular game it needs a white place to play it all the players hide and the seeker tries to find them خلصنا سيشان النهاردة انتظروني في حل باقي المحافظات ان شاء الله مع تمناتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته